متابعينا أهلاً ومرحباً بكم اليوم نحن نتواجدون في مدينة أزمور من بعد 10 سنوات من العطاء وتسع دورات ومن بعد تغيير اسمه من ملتقة إلى مهرجان دولي ملحونيات في هذه المدينة خرجنا نسألوا أبناء المدينة كيف يستفدون من فعاليات هذه المهرجان أخوة، أريد أن أقول لك هذا في السيفال يجب أن نستفدون من نواله نحن نريد شيء نستفدون منه نحن نضع في هذه البلاد نحن نريد شيء نحن نشيرها لدينا جمعيات من يساعدهم في مدينة معنوياً فهمت ما أو لا؟ أريد أن أقول لك أنا أفضل أن المدينة تهتم بشأن الجماعي بالجانب الاجتماعي أول لأول أريد أن يرى كيف يعملون الشباب يستثمرون في العنصر البشاري إذا أريد أن المدينة تنمع لا يجب أن يبدو أن يقوموا في المسائل المهرجانات ونخسروا الفلوس كيف ما قلت لك؟ أنا أحبب أن تكون ولكن يجب أن يكون بعدها وكوطة السوسيال يكون زوئة والناس التي جاءت لا تشاهدون المهرجان سوف تشاهدون الوجوه الذي تضرق أولاد المدينة لم يكن الضائعة من المهرجان لا أشاهدون من المهرجان غير أروا لا تمثل مشاريع ما كنت يتضاع لدينا لدينا أخثر ونحن اولاد الأسباب والحومر الذين أشاهدون ناوي لدينا ولكن واحدا نتفرن من المهرجان حيث نحن ندوذ في 10 أيام سوف نتعرف نفسه حاجة لدينا نتبعه ونحن نحن نبعه ضايعين ضايعين في هذه البلاد من المجليث ومن كل شيء وهذه مدينة الشراخية لأول مدينة في المغرب في نظري لا يستفيد منه شباب أزمور لأن أزمور هي بحقق ليس بحاجة إلى مثل هذه المهرجة بقدر ما هي بحاجة إلى خلق فرص الشغل للشباب العاطل وكما هو معروف مدينة أزمور تتوفر على عدد هائل جدا من الشباب الحاصلين على شهادة علير ففي نظري لا داعية لخلق مثل هذه المهرجانات التي لا تعود بالنفع على شباب أزمور وشباب أزمور هو يطالب كل المسؤولين المحليين سواء المنتخبين أو أي مسؤول له غير عن هذه المدينة التاريخية يطالب بخلق فرص للشغل بجلب استثمارات من أجل خلق فرص التي ستفيد منها الشباب الأزموري وشكرا حتى ترى الجيد من أن ترى الجيد من أجل وكما نكون في المدرسة في مدينبيرج قمت بجلب الجيد من أجل الجيد من أجل 60% أو 70% الفقر المدقع في هذه المدينة ونهي كعن تباعيات هذا الفقر يعني من نواسا يعني درالي الشباب اللي كيكون مخدامش والمادة ما كيناش وهذه ركيف قرأتهم ما تيكمون في المخدرات في الصارقات يعني بساف دي الحويجات العتار سلبية غادي تجنيها المدينة من بعد ما غا تعرفش دباب الخطورة دينا ولكن غادي تجنيها من بعد يكونوا بيننا أصلا يسبوا بيننا تكورنيج يعني نسمى دي جوهار الدكالة يعني الواد في بحر غابة وواد لكن نسمى جوهار الدكالة نحن يكمنونين نحن القورنيج ألي بحر ولا تقول لك اللي مهيو لحات كل كنت طلبوا ونحن بغينا نسنى وفادك البراني ولا غا نستافذوا منه حنا ما كنت نسنى حنا في المجليس أولاد يعاونونا في عطار قورنيج غا نستافذوا منه همشي حنا معاوني نحن ديما كنت عاونوا مع بعدياتي نيكا دي أولاد الحومة أشياء كنت طلبيني من المناس مسؤولي يجيشوفوا بدي بلد كدير وما كيلا خدمة الأول وشنا وكيلا قروب كاتخ كنت خدم فيه جديدة أنا بغت نخدم ما خدموني طلعوا واحد ربعت من الناس من ذلك الجمعية خدموهم والأكتشار يجيبوهم من القروب كاتخ وفا وحد واحدين من نبسينهم وحد العيبة دي كدير اللحادي تتسير لهم عاشنا من نبسينهم وحد جيناك مخدمين ومباوش لأنهم وخدموا من الموالوا وركنت أعرف ما أتبنلهم غا شوف كل شي إحنا محطولهم يموالوا إلا هبطنا لك نجول رايحه وفجن مع الواد ونجحواوا موضرين ممكن إدكلي بسپونسور فلوس لشي أعطيهم عمل مبالغ كشيرة وفزاف فقدوا لينا بمشح المنحاج وغزموا الرا صغير رأى شي حاجة قليل جقدوا أبدو تترقع من النوم من النر جقدوا رأى جمعية هذه ركتبال لكدابا خدامة رمى خاسرين زجعتشي فلوس بززاف رات السباغاتشي بان لكرر أزم وزغيشي ججي موهم حنالك نطالب ودللين شي حاجة نستفيدو من نحنا أما ذكش لا يستفيدو من نمهوم أما بعدنا من ديرو بيحنا